يواصل الاسير هشام ابو هواش من مدينة دورة جنوب الخليل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين بعد المئة رفضا واحتجاجا على اعتقاله الاداري اهتمام كبير توليه القيادة على رأسها السيد الرئيس محمود عباس الذي يعمل على تدويل قضية الاسرى وفضح جرائم الاحتلال فهنا في منزل الاسير جاءت زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي اكد اولوية ملف الاسرى لدى القيادة والعمل بكافة المحافل لانهاء معاناتهما ما يقوم به هو افضل وانبل عمل يقوم به الفلسطيني تجاه وطنه وهو اداة كشف لطبيعة هذا العدو الذي غادر طبيعة النظام الرسمي وايضا اصبح في تطرف ديني وتعصب وابارتهايد وبالتالي هذا الان يؤدي رسالة كل البشرية التي تريد الحياة تريد الحرية فبعد ان دخل الاسير ابو هواش مرحلة الخطر الحقيقية جراء تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطالبه المشروعة واحتجازه في عيادة سجن الرمل ما ادى الى نقص كمية السوائل والاملاح في جسده حتى بات لا يقوى على الحركة الا من خلال كرسي متحرك بدأت المناشدات من العائلة بالتدخل لانقاذ حياته وبدأت الدعوات بتوسيع دائرة التضامن معه والضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان حدث عن وضع السحي لاخي هشام فوضع في غاية الخطورة حسب ما تحدث اخر شير خميس سادر خميس المحامي جواد بولوس قال ان هشام ذائب بمعنى لم يتبقى في هشام هشام قد يتعرض في اي نحظة لأي جلطة او نوبة قلبي لا سمح الله خاصة ان هشام دخل الاضراب بوزن ثمانية ثمانين كيلو والوزن هشام اليوم لا يتعدى ثلاثين كيلو ونسبة البوتاسيوم عند هشام اليوم لا تتعدى ثنين خاصة ستة وباقي المعادل في الجسم اختفت تحذيرات من تعرض الاسير ابو هواش لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي الى ارتقائه شهيدا نتيجة تضرر وظائف اعضائه الحيوية ولفض محاكم الاحتلال مطلب الاسير بانهاء اعتقاله الادارية رغم التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وضعه الصحي ورفضها ايضا نقل الاسير الى مشفى مدني واقتصار ذلك على عيادة سجن الرمل التي تتعمد الاهمال الطبي بحق الاسرار ساري العويوي تلفزيون فلسطين